تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت جهود الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 574 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 380 طن أما في مجال الاستلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط 23 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 301 طن أما في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط 18 طن وفي مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن اسمنت أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 299 قضية من بينها 122 قضية خبز ناقص للوزن و106 قضايا لخبز غير مطابق للمؤصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فقد تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغة 122 طن